بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ازايكم حبايبي عاملين ايه النهاردة هنعمل الجمال ده كله بمنتهى السهولة والبساطة وده يا ربي دايما يعيد علينا وعليكم الايام بخير كل سنة متطيبين يا حبايبي هنعمل النهاردة القطايف علشان بقى نستقبل شهر الرمضان يا ربنا يجعله شهر مبارك على كل امة محمد ان شاء الله هنعمل القطايف الجميلة دي شايفين معي اللهم بارك تحميرها عامل ازاي شايفين الاطار الابيض اللي على اطراف القطايف ده شايفين التراوة بتاعتها اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله حلوة جدا وطريقتها سهلة شايفين طرية قد ايه وكمان بتقفليها وتتنيها وتفرديها جميلة جدا وطرية ومتمسكة وكمان لونها حلوة جدا في التحمير واخد الاطار الابيض اللي في الطرف ده بيخليها طحفة جدا هنعملها بمنتهى البساطة ومكونات موجودة في كل بيت ويلا نسامي بالله وندخل نشوف هنعمل ايه اول حاجة حبايبي عندي ثلاث اكواب من الدقيق اي كوب عندك عيري به الكوب اللي هتعيري به الدقيق هو اللي هتعيري به الميا وعندي كمان معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر ومعلقتين كبار من السكر ومعلقتين من الحليب البودر بيديلها ترابة وبيخلي طعمها لذيذ جدا لو مش متوفر ممكن تستغني عنه عادي جدا الحليب البودر ممكن تستغني عنه بعد كده هنبتدي بقى نجيب بولة اوسع شوية بعد ما مكسنا المكونات بتاعتنا كلها مع بعضها وهنبتدي ننزل بكوبين من المية في البداية هنزل بكوبين ونص انا هستخدم ثلاث اكواب بس هنزل الاول بكوبين ونص وابتدي اقلب كده المية والدقيق مع بعض لحد ما يبتدي الدقيق يتعجن معي كده علشان يبقى ثلث وما ياخدش ما يعملش تكتلات ويبقى عجين بس انا عايزاي يبقى لين عشان ما يتعبنيش عملته كده بالمعلقة خلطته في البداية وبعد كده بقى هجيب المضرب بتاعي اليدوي عادي جدا وابتدي اقلبه بقى علشان اتخلص من اي كلكيع او تكتلات موجودة في العجينة بتاعتي هي عجينة سهلة جدا وسالسة وما بتاخدش مجمود ولا بتاخد وقت خالص حوالي ثلاث اربع دقاية هتكوني عمالتيها احنا خطينا كوبين ونص من الدقيق هنضيف كمان ربع كوب كده عليه زرة او يعني طرف من المعلقة الصغيرة بيكربوناتو السوديوم بتخليها طرية جدا ومرنة معاكي كده وزي الفل وهنبتدي بقى نقلب الربع كوب ده مع زرة البيكربونات في العجينة بتاعنا زي ما احنا شايفين كده بضيفها في الاخر ولازم البيكربونات تدوي بيها في نقطة مية علشان تدوه معاكي كويس خلاص انا قلبت الخليط بتاعي هجيب كده حاجة اختبر بيها الخليط القطايف علشان نعرف هي سمكها عامل ازاي عشان تختبر سمك القطايف انا شايف القوام معايا ده قوام سايل شوية زي ما احنا شايفين هجيب كبشة كده او معلقة واعمل عليها خط كده بيصبعي لو الخط ده ثبت وما لمش على بعضه كده يبقى قوام العجينة مزبوط لو الخط لم على بعضه بسرعة يبقى قوام العجينة محتاج سن دقيق علشان تمسك شوية هنبتدي بقى ناخد العجينة الخطوة اللي بتنجح معايا العجينة الكربة او القطايف اي عجين من العجين السايلة دي ان انا لازم اصفيها لازم امررها كده على مصفة علشان اتخلص من اي تكتلات موجودة فيها وما يكونش وانا بعملها الاقي اي كلكيع في القطايف بتاعتي هصفيها كده علشان نشوف هيطلع منها ايه زي ما احنا شايفين اكيد وارد طبعا لان احنا عجنين العجين بالمضرب اليدوي فوارد ان احنا نلاقي فيه اي حاجة ما اتضربتش كويس جدا زي ما احنا شايفين كده اتخلصت دلوقتي من اي عجين ما كانش داب او اي دقيق كان متكتل وبقى عندي عجينة القطايف نعمة جدا ما شاء الله اللهم بارك هغطيها بس عشر دقايق مش اكتر من كده ما ينفعش تسيبيها تخمر عشان لو سبناها تخمر على من شكلها هتكون ريحة الخميرة فيها مش لطيفة احنا بس هنسيبها عشر دقايق ترتاح وبعد كده هنعبيها في اي ديسبانسر عندنا زي كده او علبة كاتشب او اي حاجة لو ما عنديكش حاجة زي كده متوفرة ممكن بفنجان او بكبشة او اي حاجة يعني ممكن حتى تصبيها في شفشة عندك صغير او اي حاجة ليها بوز علشان تقدري تتمكني من صبها في الطاصة بتاعتك خلاص انا حضرت دلوقتي العلبة والعبوة اللي عندي دي وهبتدي اجيب طاصة سخنة يعني اسبها تسخن وبعد كده اهدي النار واصب بقى القطايف بتاعي الحجم اللي انا شايفها مناسب انا شايف الحجم ده مناسب جدا اه بعد ما الطاصة سخنت هديت النار خالص وسبت بقى القطايف بتاعتي تتعمل كده وتستوي اول ما بتطلع فقاقية كده باسيبها لما تشف من العجينة شايفين الله مبارك ده لونها من تحت وعمل معي الاطار الابيض اللي هو على اطراف القطايف هبتدي اعمل واحدة كمان معاكم بحطها بدون اي مواد دهنية واسيبها كده اول ما اطلع الفقاقية بتاعها دي اسيبها كمان ثواني كده لحد ما العجين اللي فوق الوش بتاعها كله ينشف تماما ما ينفعش تشليها وهي فيها عجين اول ما تنشف من العجين ابتدي بقى اشيلها بالاسبات يولا كده بمنتهى البساطة لونها تحفى واخد لون تحمير حلو قوي وده بفعل السكر اللي احنا بنحطه انا هعمل بقى ثلاث وحدات لان احنا تعودنا نصب بكمية وطبعا حاولي تكون كل المأسات متساوية او الحاجة اللي انت بتصب بيها لو كبشة او فنجان صغير او اي حاجة تبقى هي نفس الحاجة اللي بتستخدميها كل مرة عشان تدي معاكي الشكل موحد شايفين معايا طلعت العيون او الفقاكية اللي على الوش دي وبستوت من تحت كمان اللهم بارك والعجينة من فوق شفت هبتدي بقى اخرجها بالشكل ده اللهم بارك كلها لونها موحد من تحت ازاي لونها تحفى وكمان عجينة سهلة جدا وتشكيلها سهل وخابزها ما بتاخدش ثواني كده على الطاصة وبنشيلها وبدون اي مواد دهنية زي ما احنا قلنا اصرع بقى الفيديو احنا قلنا كل الخطوات النجحة لتسويتها اللهم بارك شايفين اللون ما احلا هبتدي بقى طبعا لازم بنخرجها على فوطة والدور اللي بيخرج بغطيه بفوطة انا رصيتها بالشكل ده اللهم بارك لونها حلو قوي شايفين معايا الطراوة شايفين قد ايه بقدر اتحكم فيها بقفلها واتنيها شايفين جمالها ولونها والاطار الابيض اللي على الطرف ده ما شاء الله ده دليل نجاح القطايف بتاعتك شايفين الجمال اللهم بارك كلها لونها تحفى ومقسها يعني بنسبة كبيرة جدا مدساوي وكلهم تقريبا قد بعض وعملنا الكمية الحلوة دي اللهم بارك من 3 اكواب من الدقيق نخلينهم متأكدين من نظافتهم والمكونات كلها موجودة السكر والبيكنج باودر وكمان الخميرة والدقيق كل حاجة موجودة متوفرة في بيتنا نعمل بيها احلى عجينة قطايف وعملنا كمية كبيرة ما شاء الله تبارك الرحمن وكمان شكلها حلو وشهي وكفاية ان هي من ايديكي وكمان طرية ونجحة زي بالضبط عجينة القطايف اللي بنجيبها من برا هنبتدي بقى نشكل شوية كده جبت بقى المكسرات المتوفرة عندي انا عندي فول سوداني مجروش دفطلو معلقتين سكر وكمان معلقتين من جوز الهند مكستهم كده وهبتدي احشي القطايف بتاعتي كده زي ما احنا شايفين اللهم بارك شايفين معايا بتلزق بمنتهى السهولة ازاي شايفين جمالها طحفة ما تختلفش ابدا عن القطايف اللي بنشتريها من برا في رمضان اللهم بارك سهلة جدا قفلها اهم حاجة في القطايف وانتي بتعجنيها تزبطي قوام العجينة وما تسيبهاش تخمر كتير وكمان تصفيها لازم تعديها على مصفة وبعد كده تبتدي بقى تشكليها بهدوء كده لعشان تخرج معاك حلوة ومقساتها متساوية وكمان لونها حلو وتخرجيها او الدور اللي يخرج معاك لازم تغطي بفوت عشان ما تنشافش منك شكلنا بقى كمية كده حلوة اللهم بارك عشان ندوق بقى عمي اليدينة عاملة ازاي وطعمها عامل ازاي واقولكو طعمها بمنتهى الصراحة اللهم بارك انا عملت طبق زي ده وهبتدي بقى اه افرزه ممكن اكلفه بقى بسترات شراب او احطه في كيس كده على قد الطبق وعلى الفريزر وتبقى جاهزة عالت حمير اي وقت تحتاج اخرجها اخرجها اه بحشوتها كده على التحمير ممكن كمان تعملي منها اه اطايف بالجبنة لو بتحبي تكليها كنوع من الحوادق وكمان اه تعمليها ممكن تعملي باللحمة هتبقى نفس فكرة السمجوسة كده وهتبقى تحفة جدا وكمان في متناول ايديك في اي وقت نزلت بقى بالكمية اللي حشيتها على زيت سخن وخرجتها كده شايفين تبارك الرحمن لونها تحفة وكمان مقرمشة جدا و اه رحتها جميلة قوي اللهم بارك شايفين بتاخد لون حلو جدا جلد كده وكريسبي بطريقة ما تتخيلوهاش هنقلي كمان شوية حمري بقى وعملي كمية كويسة من الثلاث اكواب وهدي مامتك وهدي اختك وكده دوائح حباهبك من عميل ايدك اللهم بارك طبعا انا كان متوفر عندي شارباط نزلت بيها بقى في الشارباط كده عاملة الكوبين سكر على الكوبين من المية ومن عصرة لمونة وسبتها تغلي لمدة عشر دقايق طفيت عليها مع كيس من الفانيليا وسيديت نزلت بقى القطايف بتاعتي في الشارباط على السريع كده وخرجتها اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده جمالها لونها تحفة وكمان رشتها برشة كده من جزء الهند ممكن ترشي كمان مكسرات لو بتفضلي وعملي بقى الطبق الحلو ده كده واحفظيه لرمضان علشان تقدمي ليلتك وحبايبك بقى الفهنة وشفة ويا رب النهار ده يكون قدر تقافتكم ويكون الفيديو خفيف ولطيف كده على قلوبكم وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو زيكم وعشان نتقابل دايما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبه اليك والسلام عليكم ورحمة الله